قالت تقارير غربية أن تزايد عدد هجمات الطائرات المسيرة من قبل الفصائل العراقية يجعل من العراق جبهة جديدة لا يجب تجاهلها قيادي بفصيل مسلح بيّن أن العمليات الأخيرة التي نفذتها الفصائل على أهدف انطلقت من الأراضي السورية وليس من العراق كاستجابة من الفصائل للضغوط التي قادها الإطار التنسيقي والحكومة في بغداد لمنع أي مسوّغات لحريفة واشنطن لشن اعتداء على العراق وأشار إلى أن العمليات السابقا كانت تنطلق من صحراء الرطبة ومنطقة القائمة على الحدود العراقية مع الأردن وسوريا كما ضفنا فصائل أصبحت تدرك مخاطر التصعيد في العراق مرجحا بأن يكون بوابة لمواجهة شاملة مع الأمريكيين